إذن مشاهدين بالعودة إلى ملف تعديل قانون المفوضية من قبل مجلس النواب العراقي وتمديد عمل مفوضيها حتى كانون الثاني المقبل لحديث أكثر حول هذا الملف ينضب علينا عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني سيد ريبين سلام سيد ريبين حياك الله أهلا بك معنا في نشرة الخلاصة ونثمن لك قبول هذه الدعوة للحوار بداية تصويت البرلمان على تمديد عمل مفوضية أو أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كيف ترون هذا الأمر وكيف سينعكس على إجراء الانتخابات في قليم كردستان طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحياتي لحضرتك ولكافة في قناتكم الموقر بصراحة هنا خطوة إيجابية الممكن أن نصفها وضعت للمشاركة بشكل عام للأحزاب الموجودة المؤثرة في قليم كردستان المتمثلة بحزب الديمقراطي الكردستاني بعد إعطاء الملاحظات الشرعية والمنطقية والقانونية والدستورية للإخوان في المحكمة الاتحادية وفي العملية السياسية في بغداد أيضا بحيث كان هناك ملاحظات جوهرية وتم حل حل جزء منها تتمثل بأكثر من 400 بصمة للناخبين في مناطق أربيل ودوهورب لم يكن سابقا يتم قراءتها من قبل الأجهزة أصدر في الأسابيع الماضية المفوضية العامة المستقلة للانتخابات بيانا بأنهم قاموا بحل هذه المعضلة ثانيا مسألة الكوتا أيضا يعتبر إرجاع نصف المستحقات للإخوان من المكونات والذي تتمثل بالقرار الذي صدر في يوم أمس من قبل المحكمة الاتحادية بحيث قضت بتوزيع مواقع مقاعة الكوتا بين سليمانيا وأربيل ودوهورب 2 ب2 ب1 وتقلص من 11 مقاعة كوتا إلى 5 والملاحظة الجوهرية على هذا القرار الذي صدر يوم أمس أولا الأخوان في المكونات يجب أن يرضوا أو لا يرضوا يعني ليس لديمقراطي الكردستاني ولا للإتحاد الوطني أن يتدخل في أمورهم لأنهم أصحاب الأهلية وأصحاب الممثلين ويدركون مصالحهم أكثر من غيرهم فنحن لا بولي ولا وكيل ولا وصي على المكونات هم مكونات أصليين للمجتمع الكردستاني طيب سيد ربين البرلمان أيضا صوت على ألزام الحكومة حكومة المركز بتوفير تخصيصات مالية أو كافة التخصيصات المالية لإجراء هذه الانتخابات هل ستدفع الحكومة المركزية كافة التكاليف وأيضا هل التكاليف كانت جزء من مشكلة عدم إجراء الانتخابات في موعدها؟ كلا أبدا يعني أشار اللجنة المختصة بالنسبة للفوضي العامة المستقلة للانتخابات عندما زاروا أربين بأن هذه التكاليف تصل إلى 35 مليون دولار ومن المفترض أن يكون مدفوعا من قبل الحكومة الاتحادية بما أن اللجنة لجنة اتحادية فكيف يكون حق لغيره بأن يصرف هذه التكاليف فإنها ليس بمعضلة يعني لم تكن مشكلة يذكر ولكن يلاحظ في هذا التمديد تلاحظ جلابك الكريم بما أنك يعني متابع جيد للأمور السياسية في العراق يعتبر تمديد العمر المخوضي العامة المستقلة هذه المرة في خطورة يعني في ملاحظة على وش النظر الأكاديمية وشخصية صرفها عندما ينتهي الفصل التشريعي هذه في الأيام المقبلة يعني في 9-6 في 9-6 يتم انتهاء العمل في السلطة التشريعية وحتى لاحظت جنابك في تقريركم المحترم أشاروا بأنه يبذلون جهدا في هذه الأيام بالنسبة لمسائل الميزانية ويخلصونها ولكن عمر فوضية العامة المستقلة للانتخابات تم تمديدها لمطلع السنة القادمة يعني 7-1-2025 فهذه المدة يعني إذا أجريت الانتخابات سوف تكون تحت إشراف مفوضية عامة مستقلة مطلقة الصلاحية وحرة يعني حرة ولا توجد أي تلجنة أو جهة مراقبة فوق أعماله فشهدنا في المراحل السابقة في الانتخابات السابقة كانت بما أن هذه الهيئة المستقلة إداريا وماليا ولكن من ناحية الإشراف الفني والقانوني طيب وأنتم في الحزب الديمقراطي الكردستاني هل هذه النقطة هي محل اعتراض بالنسبة لكم؟ عذرني عن المقاطع كلا كلا يعني إنها اليوم صدرت القرار تدرك جنابك الكريم يعني قبل ساعات علمنا بها والديمقراطي الكردستاني لم يجتمع المكتب السياسي حتى يدي رأيه بالقرار السابق أيضا يعني القرار السابق بتوزيع الكوتا وهذا القرار الذي صدره اليوم ولكن على وجه النظر الشخصية يعني مثل أي تمتابع فيكون المفوضية العامة المستقلة يعني يكون مطلقا صلاحية ولا توجد أي ترقابة على عمالها فإنها هل هذا مخاوف يعتبر جديا مثلا أو لا تعتبر إنها بالنهاية يجب الأحزاب الكردستانية يجتمعوا ويقرروا بالنسبة لهذه الملاحظة لأنه قبل ساعات انصدرت هذا القانون لتمديد أمر المفوضية العامة المستقلة والذي مطلب كردي لأنه هذا مهم بالنسبة للانتخابات الذي سوف يتم في أكليم كردستان إن شاء الله سيد ربين حضرتك ذكرت الكوتا هل هذه القرارات تعني عودة مرشحي المكونات الذين أعلنوا انسحابهم أو حتى تراجع الحزب الديموقراطي الكردستاني عن فكرة الانسحاب من الانتخابات أشهد لجنابك الكريم بأنه لم يتم اجتماع على هذه القرارات الحديثة ولكن إنها تعتبر غبن أيضا يعني يجب أن نشير إلى نقطتين مهمتين بالنسبة للكوتا أولا المكونات هم أصحاب الرأي الأول والأخير وهما كملوا سن الرشد ويستطيعون بأن ينتقدوا أو يعترضوا على إزالة الأحداش مقعد أو إرجاعها بهذا الشاكل ثانيا المسألة يعتمد على الإحصاء أستاذ الفاضل بمجهب المعدة 110 فقرة التاسعة من اقتصاص الحكومة الاتحادية أن ينفذ قانون الصادر في المجلس التشريعي العراقي رقم 40 في 2008 المتبثلة بتنفيذ الإحصاء الإحصاء اليوم تم التجربة في جميع المحافظات العراقية بما فيها أربيل قاموا بالتجربة الألكترونية لمنطقة معينة في كل محافظة بتنفيذ آلية الإحصاء إذا كان هناك إحصاء لم نكن أمام مشاكل في توزيع الميزانية بين إقليم كربستان وبين الحكومة الاتحادية كل عام إذا كان هناك إحصاء يكون قرارات إدارية وسياسية يعني مطابقة وتتماشى مع المنطق أكثر إذا كان هناك إحصاء مقاعد الكوتا لم يتم توزيعها بهذا الشكل الذي في محافظة سليمانية لا تتزاوز 400 شخص لا تتزاوز العوائل أصابع الإيد الواحد سيد ربين هذا ما كنت أود أن أسألك عليه يعني هناك اعتراض من قبل بعض الأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاعد الكوتا في سليمانية تحديدا ربما مقاعدين مقاعدين في سليمانيا ومقاعدين في أربيل في أربيل يوجد مئات الآلاف من المكونات الكلدانية الآشورية المسيحية اليزيدية وموجود فيها يعني في جغرافيا موجود في واقع الأرض موجود وموجودين في المكاتب المكتب السياسي على سبيل المثال الحزب الديمقراطي ولكن في الاتحاد الوطني لا توجد عنصر واحد من الأخوان المكون الآشوري والكلداني واليزيدي والمسيحي ووصلوا إلى مراكز القيادة أو مكتب السياسي للاتحاد الوطني في محافظة سليمانيا هذا يدل ما يدل على أن الأعداد غير موجودة بهذه الكمية وحاولوا في الانتخابات السابقة بأن يكون لديهم مرشحا ولكن لم ينجحوا فيها في ذلك المنطقة وإذا كانت بالنسبة لهم دائرة واحدة إقليم كروسان كلها سوف يستطيع أي مكونات الأصفية المحترمين في إقليم كروسان أن يصوتوا لممثلهم كما هو الحال في بغداد الآن هناك نظام الكوتا بمجمل مادة 49 ومادة 125 من الدستور العراقي المشاركة والمساهمة المكوناتية الدينية والقومية في العراق فرض الدستور العراقي على النظام السياسي في العراق برمتها ويقلم كروسان أيضا فتنفيذ الإحصاء كان يخلينا بأنه يخلي العملية السياسية أسهل وتوزيع مقاعد الكوتا كانت يفترض أن يكون على وجه العدالة يتم توزيعها أكثر وليس على وجهة النظر الحزبية الضيقة الذي فرضها الاتحاد الوطني بهذه الصورة وضحت الفكرة أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه التفاصيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ريبين سلام شكرا جزيلا موسيقى